هذه أبرز العناوين بابي وحكيم يو تيراني جدلا كبيرا بالسبب لقطة من هاتف كيليان بلاغ عاجل وليد رجراجي يصدم المغاربة ويرفض التخلي عن هذا اللاعب كوالي الصادمة وراء فشل انتقال سوفيان أمر ربط إلى ليفيربول والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بابي وحكيم يو تيراني جدلا كبيرا بالسبب لقطة من هاتف كيليان أترك كيليان بابي وأشرف حكيم لاعب فريق بريسان جرمان الفرنسي الجدل مجددا حول إمكانية انتقالهما إلى ريال مادريد الإسبانية ونقلت صحيفة مارك الإسبانية صورة لمبابي وحكيمي وهما يتابعان مباراة الديربي بين ريال مادريد وأتلتكو مادريد في كأس ملك إسبانيا ودفت داتو الصحيفة أن كيليان بابي صاحب الأربع والعشرين عاما كان منشغلا بديربي مادريد مع صديقي أشرف حكيمي أثناء حضوره حفلا خيريا أقامه زميل بريسان كيم بيبي ولفتت الشبكة إلى أن الحفل حضره أيضا كل مليون الميسي وماركو فيراتي إضافة إلى كريستوف غاليتي مدرب الفارق الباريسي وذكرت الشبكة الفرنسية أن هذه الصورة انتشرت بكتافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت الجدل مجددا حول إمكانية انضمام التنائية للفارق الملكي في صيف العام 2023 وضع فتادي الصورة الضغوط على مسؤول بريسان جارمان بشأن بقاء مبابي وحكيمي الذي ينتهي عقده في الصيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حسب رغبة اللاعب بلاغ عجل وليد رجراجي يصدم المغاربة ويرفض التخلي عن هذا اللاعب يعلن المدير الفني للمنتخب المغربي وليد رجراجي في الأسبوع الأول من شهر ماريس المقبل عن قائمة أصود الأطلس التي ستخوض معسكرا تدريبيا داخل مركز محمد السادس لكرة القدم استعداد لخوض مباراة نوديتين بالمغرب وبعد الجولة التي قام بها الرجراجي مؤخرا في بعض الدول الأوروبية التي قادتها لمراقبة المرضو الفني والبدني لعدة محترفين مغاربة بالقارات العجوز أكد الأخير لمساعده رشيد بن محمود وغارب أمزين أنه مقتنع جدا بالأداء الذي يقدمه معظم اللاعبين الذي نشارك معه مؤخرا في مونديا القطر 2022 وأفاد عظم بالجهاز التدريبي لمنتخب المغرب مقرب من الرجراجي بأن الأخير لا ينوي أبدا التخلي عن خدمات اللاعب عبدالصمد الزلزولي جناح نادي أصاصون الإسباني رغم الانتقادات التي طاولتها من قبل الجماهير المغربية خلال الفترة التي ظهر فيها مع منتخب بلاده بكأس العالم وسيأمل رجراجي على إتاحة الفرصة من جديد للزلزول صاحب الواحد والعشرين عاما الذي سيكون حاضرا مع المنتخب المغربي في المعسكر التدريبي المقبل بعدما تلقى اللاعب المولود في مدينة بن ملال المغربية ضمانات تؤكد أنه سيستمر في الحضور مع أصود الأطلس خلال الفترة المقبلة كواليس الصادمة وراء فشل انتقال السوفيان أمرابط إلى ليفيربول تارت تساؤلات خلال الفترة الماضية حول أسباب التراجع ليفيربول الإنجليزي عن ضم المغربي السوفيان أمرابط لاعب خط وسط في هيرونتينا وكانت تقارير صعفية ذكرت أن ليفيربول تواصل مع وكيل أعمال أمرابط لبحث ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وبحسب موقع فوت ميركات الفرنسية فقد أجرى ليفيربول محدثات إيجابية مع السوفيان أمرابط خلال كأس العالم وكان هناك انفتاح بشأن إمكانية الانتقال لسوفو فريدز هذا الشهر ولكن مع ارتباط ليفيربول بمجموعة متنوعة من لاعب خط الوسط البارزين في ذلك الوقت خاصة التنائي الأرجنتيني إنزو فيرنانديس نجم وسط بنفيكا والإكوادوري فيليب بيكا سيدو لاعب برايتون فقد شعر وكيل أمرابط بأن هناك شكوك قوية بشأن ضمان اللاعب بشكل مستمر بالنسبة للدولية المغربي مع الريدز وبناء عن ذلك قرر وكيل أمرابط عدم استكمال المحادثات لتعلن إدارة فييرونتينا رفضها النهائي لفكرة رحيل النجم المغربي خلال هذا الشهر وجاءت محاولة ليفيربول للتعاقد مع أمرابط عقب تألقه رفقة منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وكان أمرابط أحد عناصر منتخب المغرب في المونديال الأخير الذي حقق فيه فريق أسود الأطلس المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة يذكر أن أمرابط البالغ من العمر 26 عاما يلعب في صفو فييرونتينا منذ سيف 2020 قادما من كلب بروجة البلجيكي أوكلاند سيتي نيوزيلاندي شكرا للمغاربة على كرم الضيافة عبر نادي أوكلاند سيتي نيوزيلاندي عن شكره للمغاربة على كرم الضيافة عقب وصوله لمطار طنجا ابن بطوطة للمشاركة في المونديال الأندية ونشر النادي نيوزيلاندي مقطع فيديو والتغريدات تشيد بالترحيب المغربي بالنادي الذي قطع ألف الكيلومترات ليزور المغرب لتاني مرة في الموندياليتو جدا بالذكر أن النادي نيوزيلاندي يقيمه بفندق سوفتيل الفاخر بمدينة المضيقة المجاور لمدينة طنجا على الساحل المتوسطية حيث الهدوء تم هل منع عسكر الجزائر جمال بالعمري من التعاقد مع الوداد؟ انتشرت شائعات كثيرة تكشف الأسباب الرئيسية وراء مغادرة الجزائر جمال بالعمري تجمع فريق الوداد وحيث تعاقد الوداد مع بالعمري يوم الخميس لكن ساعات بعد التوقيع عاد من حيث أتى وتتحدث الشائعات عن ضغط العسكر الجزائري لمنع اللاعب من التوقيع لفريق الوداد وهو ما فسر عودته السريعة إلى بلادها وتؤكد ذات الأخبار أن بالعمري ملزم بالحصول على ترخيص من النظام في الجزائر للسماح له باللاعب في المغرب وهو ما حدث بالفعل في المقابل كشف موقع ست أنفو أن وساما سلم لللاعب على هامش تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقية للأمم وراء قدم اللاعب على المغادرة وبت على اللاعب الموشح في وقت سابق من قبل عسكر الجزائر الحصول على ترخيص يسمح له بالممارسة في بطولة المغربية وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوداد بأن بالعمري غادر بالسبب مشاكل في بلده الجزائر وزاد موضحا بالعمري غادر إلى الجزائر بالسبب مشاكل وهو هناك من أجل تسويتها ويجهل ما هي هذه المشاكل التي دفعت لاعبا غادر الجزائر في اتجاه فرنسا ومن تم إلى المغرب ليحمل قميس الوداد ويعود بعدها من حيث أتى في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة وحسب رئيس الوداد سعيد نصار فإن القانون يحمل وداد لكون اللاعب الجزائري مرتبطا بعقد مع الفريق الأحمر وتشير الشائعات أن عسكر الجزائر غاضب من اختيار لعبين جزائريين متميزين اللاعب في المغرب ويفسر إقبال الجزائريين على اللاعب للمغرب بسبب البنية التحتية والظروف الجيدة والرواتب الشهري المهمة عكس ما هو حصل في الجزائر وترى فئة أخرى أن هذه الإشاعات لا أسس لها من الصحة لكون عدد من الجزائريين سمح لهم باللعب في المغرب إلا أن معارض هذا الطاح يرون أن تعاقد بالعمري جاء في الفترة التي منع فيها المغرب من اللاعب في الشان بسبب قرار جزائري غريب ويلعب في البطولة المغربية السبعة لاعبين جزائريين كله من اللاعبين المتميزين الباحثين عن ظروف لاعب جيدة وتعاقدت الفرق الوطني مع هؤلاء في الميركات الصيفية أي قبل بطولة أفراقية للأمم وقبل ظهور الجزائر كمنافس للمغرب على تنظيم بطولة أفراقية للأمم وسبق للعسكر الجزائري أن غاضب من حارس راجأ مرباحة بعد تصريحته الممجدة للمغرب جمهورا وبون تحتية اشتركوا في القناة